نروح لكريستيان ورونالدو لأن أنا من الناس اللي زعلان عليه جدا وهو ربما الخطوة لانتقاله لمانشستر ما كانتش الأمثل وهو كان متوقع يحرام كتير لكن مش هقوله اتخزل بس هو ما قدمش اي حاجة تقريبا ولا النادي يقدم له اي حاجة فتشوف دلوقتي تحركات رونالدو ومفروض تبقى ازاي اللي جاية فكرة كمان انه هو ما حضرش التدريبات الاخيرة بحجة انه هو عنده بعض الالتزامات العائلية يعني لو احنا بس نرجع بلاشباك بالنسبة الرونالدو هو الخطأ انه راح نعال ريال مدريد من اربع سنين انه ما كانش ينفع يسيب ريال مدريد لو كان احد الاساطير كمل بقى في الريال فاز مفاشران طبعا ريال بيفوز وكل حاجة فكان مفروض يكمل هو راح طبعا اليوفنتوس عشان يحق معهم دورة ابطال ما حصلش ده فاز معهم بالدوري بالكاس بالسوبر عادي جدا لان اليوفنتوس يعني هو الميلان والانتر يمكن الميلان والانتر مؤخرا فازه بالدوري واربع سنتين لكن اليوفنتوس كان هو المسيطر لما رجع منشستر ورجع لمنشستر رونيتد بالعاطفة كان عنده ساعتها عرضين منشستر سيتي ومنشستر رونيتد كان معقولة عاطفة تغلب هنا طبعا البرتغاليين زينا مايرجع بقى مدينة منشستر فنفعش يروح للعدو وانت مجدك صنعته او بدايتك صنعتها في منشستر رونيتد فنفعش تروح العدو اللي هو الغريم اللي طلع بالفلوس طبعا السيتي بيكسب الدور الإنجليزي مشارك في دور أبطال أوروبا مشكلة رونالدو مع منشستر رونيتد مش انه يكسب الدور الإنجليزي انه هو مش هيشارك في دور أبطال أوروبا هو النهاردة الهدف التاريخي لدور أبطال أوروبا فارق كبير جدا عن ميسي وهم الاثنين فارقين كتير جدا عن رقم ثلاثة ممكن بخمسين ستين جون رقم كتيرة جدا فكان يهمت وما هو في السن ده مكمل سيبعة وثلاثين سنة يقدر يكمل تاني لكن للأسف هيضي المعضلة عشان كده أنا بشوف انه هو الأرجح والأقرب انه رح فريق زي تشيلسي لانه هيشارك في دور الأبطال وما بعدش كتير عن الدور حاجة لأكيد ان احنا الأساطير اللي تعودنا نشوفهم مع نواديهم الأصلية حتى مستواهم اتهز بصورة ملموسة وده ينطبق على كمان حتى على ميسي